بانانا كيك او بانانا بريد الاشر لها لكن هي كيك هنعملها مع بعض 3 موزات اقدم موز عندك في البيت وهتطلع زي ما ان شايف في الشكل ده بص الجمال والدلال ريحة وطعم حاجة فوق الجمال بانانا كيك طريقة احمد عبد السلام يونس عندك موز قديم هاعمل لك بيه احلى كيكة في الدنيا واسمها اصلا بانانا بريد هي كيكة بس اسمها في العالم كله بانانا بريد زي من شايفين شكل طعم ريحة قلب الدنيا في المطبق كله مع الفطار مع الغدى يعني واجبة متكاملة هنعملها مع بعض بالموز القديم نقول بسم الله 4 موزات صغيرة او 3 كبار المهم ما يزيدش وزنهم عن 400 جرام معلقة ارفة معلقة بيكنج سودا كباية دقيق وكباية 3-4 دقيق ربع زيت ربع حليب كباية سكر بيضة واحدة ما فيش ابسط من كده وعليمين معلقة فانيلا يبقى الموضوع بسيط جدا جدا 3 موزات كبار او 4 صغيرين زي كده المهم ما يعديش وزنهم عن 400 جرام ادي ربع زيت ربع حليب كباية دقيق مليانة وكباية الا ربع دقيق ادي بحط الموز الاول موضوع كله هنعمله في محضرة الطعام مش هتعمل اي مجهود في دي ادي محضرة الطعام نعمت الموز بعد كده على طول هضيف له السكر وبعد كده بقيت المكونات البيضة والحليب والزيت وما فيوش اي مشكلة ولا في اي طعام كده خلاص ادي نعمة احط السكر زي ما انت شايفين واده هو بعد كده هضيف بقيت المكونات محددت الطعام هنعمل لوكو بيها لو عجبتكم الافكار دي هعمل لوكو كل حاجة بمحضرة الطعام وطبعا لو ما عنداش محضرة الطعام في الخلاط بتاع البيت هو هو ادي بيضة وبعد كده هنحط ايه بقيت الحاجة ادي الحليب ربع كباية حليب ببقى انا استخدمت كله نفس المعيار يعني كباية واحدة فيها كل حاجة عشان خاطر الناس كتيرة بتشتكي ادي ربع زيت يعني ازيد من ربع بشوية ادي الزيت بعدين هحط الحاجات اللي بعد كده ادي الارفة الارفة بتد ريحة ملهاش حل وطعم جميل بعد كده ادي الفانيليا فانيليا السكر او اي نوع فانيليا انت بتحبه بعد كده حط البيكنج سودا ادي البيكنج سودا ممكن الناس بتضيف مع يعني دولت بالزبط حوالي 8 جرام بيكنج سودا ممكن اضيف 4 جرام بيكنج سودا و4 جرام بيكنج بودا بس انا بحط البيكنج سودا بس جميل ادي كوباية دقيق وكوباية الا حاجة بسيطة دقيق يعني كوبايتين الا حاجة بسيطة بنفس المقدار كله مع بعضه ادي محضرة الطعام بقى ناعم بعد كده بضيف مكون سحري امي رحمة الله عليها قالتلي اي حاجة فيها دقيق حط فيها زرة ملح بيبقى طعمها جميل وبركة فاي حاجة فيها دقيق مكتوب الرسيبي او مش مكتوب بحط زرة ملح زي ما الله يرحمها وصلتنا عليه بس يا سيد ادي المكون السحري زرة ملح بس انا اتكترت شوية بس انا شلتها زي ما انتوا شايفين ادي قالب حطيت فيه الورقة بتاعته مسخن الفرن قبليها عشر دقايق بهزه كويس وبعد كده بدخلها الفرن ادي الفرن بتاعتي سخنة بزبط الفرن بتاعتي في النص بالزبط ادي درجة الحرارة اللي احنا نمشي عليه مية خمسة وسبعين بس بدل خمسين دقيقة خدت معايا ساعة وخمس دقايق خدت معايا ساعة وخمس دقايق يعني بعد الخمسين دقيقة اديت خمستاشر دقيقة ازا عجبك الفيديو ادعي لأم واب برحمة من قلبك اشترك في القناة واكتب لنا عاوزي نعمل على فكرة انا عملتها تاني بنفس المقادير بس من غير حليب يعني انا عملتها تاني بنفس المقادير من غير حليب طلعت اجمل واحلى واطعم فتقدر تعملها بالمقادير الاولانية او نفس المقادير من غير حليب هتطلع اجمل واحسن واطعم اكتبونا في التعليقات تم تعملوها وقولولنا رأيكم وايه الكيك اللي انت عاوزين تتعلموه وتحت امركم السلام عليكم اشتركوا في القناة